الشباب والأصحاء ليسوا محصنين ضد فيروس كورونا بأي حال من الأحوال هو ما أكده العلماء بعدما لقي العشرات من الشباب عبر العالم حتفهم بسبب الفيروس أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا أكد بدوره قائلاً هناك نمط غير عادي يبدو أنه يظهر هذا ما يجعل فيروس كورونا مرضاً غير عادي مضيفاً أن ما يحدث لا علاقة له بالعمر وبالحالة الصحية إذ هناك شيء آخر يحدث في الجسم أمل أن نكتشفه في النهاية كما يعتقد بعض العلماء أن أسباب وفاة بعض الفئة شابة قد يرجع إلى الجينة فقد يختلف التركيب الجيني للأنزيم ACO2 وهو بروتين يوجد على سطح الخارجي للخلايا في الرئتين والقلب وهو المستقبل الذي يرتبط به فيروس كورونا فالرئتين تشبهان الإسفنجة والفاعلة بالسطح أشبه بالمنظف الذي يجعلها ناعمة ومرنة وبدون هذه المادة تصبح متيبسة ويصعب عملها وهذا ما يسببه الفيروس فهو يوقف عمل هذه المادة لذلك يتطلب وضع بعض المرضى على الجهاز التنفسي وهناك احتمال ثلاث يعتقد أن يكون هو سبب وفاة الفئة العمرية شابة حيث أن بعضهم يمتلكون جهازا مناعيا قويا وعند الإصابة بالفيروس يطلق الجهاز عواصف من بروتينات السيتوكينات التي تقتل الفيروسات وقد تكون قوية في الكثير من الأحيان ما يؤدي إلى تدمير بعض أعضاء الجسم مثل القلب ورئتين لذلك يعتقد الكثير من العلماء أن الأدوية التي تعمل على تهدئة الجهاز المناعي قد تكون سببا في شفاء بعض مرضى فيروس كورونا قد يستغرق وتعرف على المرض بشكل أدق وتحديد أي الفئة أكثر عرضة للإصابة إلى شهور لذلك في الوقت الحالي أفضل إجراء كما يعتقد الخبراء هو البقاء بالمنزل وغسل اليدين باستمرار واتباع لرشادة الطبية ترجمة نانسي قنقر